أَلَمْ تَرَى إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُغَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُغَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيِّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ ضَالُوتَ مَلِكًا قالوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَخْنُوَ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَبَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فالله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَغِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ